كنت أتمنى أن يكون عندي متسع من الوقت كي أستمر في حديثي عن هذه الأدعية الشريفة لكنني سأذهب إلى هذه الجملة من دعاء البهاء من دعاء السحر اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها فالمشية الإلهية نطقت بأمضى المشية فيهم فمثلما الحقيقة المحمدية هي المشية الإلهية الأعظم الإسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا المضمون الذي يتردد في الأدعية وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذه هي المشية الأعظم أول ما خلق الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية الاسم الأعظم منه تجلت الأسماء الحسنى وكل الأشياء هي من مجال الأسماء الحسنى محمد وآل محمد هم أمضى المشية لمن؟ للحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية هي المشية الأعظم لله محمد وآل محمد هم المشية الأعظم للحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم لله محمد وآل محمد هم الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية هذا هو منطق الأدعية ومنطق الزيارات ومنطق الروايات لكنكم لا تعرفون عقيدتكم لأن العقيدة التي عندكم هي عقيدة السقيفة هي عقيدة المعتزلة والأشاعرة هذا هو الذي علمتكم حوزة الطوس عقيدة أهل البيت بالكامل تختلف عن عقيدة مراجع النجف ولذلك دائما أصر على وجود تشيعين هناك التشيع الزهرائي المهدوي له عقيدته موجودة في الكتب في بيوتكم في مفاتيح الجنان لكن مراجع النجف أعموا بصائركم واتخذوكم حميرا وقالوا لكم ديخ هذا هو السبب وإلا فهذه الحقائق موجودة بين أيديكم وستحاسبون على هذا إن كنتم في السابق تجهلون فها هي قناة القمر تضع الحقائق بين أيديكم والكتب والمصادر في بيوتكم أنا ما جئتكم بشيء من عندي ولا أحدثتكم عن عشيرة أو عن أسرتي ولا أخذتكم إلى كتاب من كتب النواصب ما أخذتكم لا يمينا ولا شمالا بشكل مباشر إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم إلى رواياتهم إلى أدعيتهم إلى زياراتهم وهذه حجج قائمة عليكم لا شأن لكم بي أكنت صالحا أم كنت طالحا أنا مسؤول عن نفسي وأنا أحاسب عن نفسي لكن هذه الحقائق ستساءلون عنها يوم القيامة وأحذركم لا تقرأوا دعاء العديلة عند موتاكم أقرأوا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة كل العقائد التي يريدها آل محمد منا موجودة في نص الزيارة الجامعة الكبيرة وإذا سنحت فرصة سأشخص لكم خارطة العقيدة المحمدية العلوية السليمة في نص الزيارة الجامعة الكبيرة بكل تفاصيلها وإلا لما كانت قولا بليغا كاملا القول البليغ الكامل يعني أن معرفة الإمام فيها ومعرفة الإمام منظومة عقائدية بكل تفاصيلها لهذا السبب أصر دائما على التمسك بها وعلى نشر ثقافتها وعلى الاستشهاد بنصوصها وعلى توجيه الأنظار إليها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها أمضى المشية تجلى فيهم الحقيقة المحمدية هي مشيئة الله والأربعة عشر هم مشيئة الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية التي هي الكلمة الإلهية التامة هي الإسم الأعظم لله ومحمد وآل محمد أتحدث عن الأربعة عشر هم الإسم الأعظم للحقيقة المحمدية ومن هنا فإن إمام زماننا هو الإسم الأعظم في ديننا هذا هو أصل الأصول وهكذا كل إمام من أئمتنا في زمانه لأمته وشيعته من هنا وردت الروايات من أن معرفة الله التي يريدها الله أن تعرف الشيعة في زمانها إمام زمانها هذا الموضوع من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة لكنكم تجهلونه لماذا؟ لأن مراجع النجف قد ملأوا عقولكم بحديث الوائلي وأمثال الوائلي وكتب الخوئي ومحمد باقر الصادر وغكلاء السيستاني وأضراب هؤلاء شحنوا عقولكم بقاذورات النواصب وهذا الأمر ليس في زماننا هذا فقط منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل شكرا للمشاهدة